فريق وخلي بالكم زي ما قلت لحضراتكم اتنين لعيبة صغرين لعبوا بروح قدوا اداء كبير جدا يعني الموضوع بسيط جدا مش محتاج اي حاجة جز على سنانك وقعد على دجليج دافع محدش يخش بسهولة استحضر وركز في كلامك المدير الفني هتكسب بما لا شك ولكن هرضي لك ان شاء الله القادم افضل باذن الله وانا عن نفسي انا متفائل ليه لان انا متفائل لسبب واحد من جد واجد اللي بيشتغل او اللي بيزرع بيحصد الفرقة شغالة ويعني دي ممكن بطولة لسه عندنا خمسة ان شاء الله رب العالمين ناخد الخمسة من الخمسة اللي جايين ليه لأ فانا متفائل لكل اللي بيتعب ربنا بيديله في النهاية طيب هنروح لشباب كرة اليد اللي فيه مجموعة كبيرة ايضا بتشارك مع الفريق الاول في تدريباته كانوا بيلعبوا المعادي الحمد لله فوزنا بنتيجة كبيرة 42-12 فرق كبير جدا على النادي المعادي نادي محترم وبمرن هذا الفريق الكابتن اشرف عواض نجمي طبعا مصر والنادي الاهل السابق وكان السنة اللي فاتت مساعد في الجهاز الاول او الفريق الاول ولكن مرن فريق الشباب وفرقتنا هترجع من المواجهة اللي هتكون يوم الثلاثة ان شاء الله مع نادي الزمالك يعني عندنا باي وبعد كده نادي الزمالك يوم الثلاثة في مئة عقب ان شاء الله يعني عندهم برضو مبارات قوية ولكن ان شاء الله هنح متوسمين خير في هذا الجيل لان اقول لكم احنا في السن الصغير الشباب والناشئين احنا افضل احنا افضل عندنا طبعا المعادي باي بعد كده الزمالك ان شاء الله يبقى النفوذ ان شاء الله في مئة عقبة بس احنا على المستوى ده احنا افضل ان شاء الله احنا افضل مستوى الشباب موليد 2002-2004 وانت نازل احنا الحمد لله افضل بدليل مشاركتنا مع المنتخبات وبدليل مشاركة لعبتنا مع الفريق الاول أكيد إن شاء الله يعني زي ما بقول لحضراتكم هتبقى النتائج جيدة وخلي بالكم ده مرتبط ده داخل مع الفريق الأول هذا الجيل هو 2002 و2004 داخلين مع المرتبط في الدرجة كل واحد بدرجات بتقل معين يعني الفريق 2002 بيساعد الدرجة الأولى بويت معين في النقط و2004 نفس الكلام ولكن الفرقتين داخلين مع دوري المرتبط عشان يرتبوا الفرقة بعد كده من الأول للسادس وبعلي كانت خش على دوري السوبر لكرة اليد إن شاء الله ده يبقى لاحقا بعد كده بإذن الله طيب هنروح للسيدات السيدات طبعا ما شاء الله عاملين يعني شغل كويس أول مباراة اطلقوا خسارة من سموحها بـ 26-24 كانت المباراة في سكندرية المباراة التانية كانت مع نادي الزمالك ابتسحنا نادي الزمالك بفرق كبير جدا 34-22 كانت المباراة على صالة الأمير عبدالله وفيصل بالملاسبة كابتل محمد عادل زولة وهو في المباراة كان عنده شعور بنغزة في سدره وطبعا يعني نقل بعدها على المستشفى المعلمين وعمل أسطرة وركب دعمات ولكن طبعا بيتمنى له كل الشفاء وهو دلوقتي بيقود التدريبات عادي طبعا ما فيش أي مشكلة طيب فريقنا بيستعد إن شاء الله للمعادي في دور السيدات بإذن الله يوم السبت المتشاة بتتلعب الساعة 6 وهي المتشاة بتلعب على صالة نادي المعادي دي المباراة بتاعة الزمالك الزمالك كان بيرتدي أزي الأزرق في مباراته مع الأهلي طيب عايز أقول لكم أن بعد الخسارة طبعا سات الوزير العامل فاروق وكابتن مرتاجي وطبعا ياسر لبيب وكابتن خادر العوضي وكابتن مي أعضاء مجلس إدارة موجودين كلهم في المأسورة كانوا بيسندوا فريق كرة اليد سيدات والحمد لله كان بيقولوا مباراة يعني كان نفسنا نشوفه يعني احنا كنا عايزين نزع القاتل نادي الأهلي لو لا الاتحاد كرة اليد رفض أن احنا نخش كنا نزع وكنا نستمتع جدا بأداء النادي له بس خلينا أقول حاجة أنه بعد الخسارة الكبيرة لنادي الزمالك 34-22 النادي الزمالك قرر عدم المشاركة في البطولة العربية ساعات بتبقى الخسارة التقيلة دي بيلجأ بعض الفرع يقول لك لا مش أشارك أنا وضعي مش جايد بالرغم هو كان بعد أنه يشارك في البطولة العربية ولكن نادي الزمالك سيدات انسحب بعد هذه الهزيمة من بطولة العربية كنا نتمنى طبعا المشاركة ولكن طبعا نتمنى نتمنى الخير لكل الفرق المصرية ولكن ده اللي حاصل نقول له حضراتكم الخبر النادي الزمالك انسحب بعد هزمته من الزمالك الأهلي بالنتيجة 34-22 عصارة الأمير عبدالله الفيسر بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طيب هنروح لبطولة